السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفة تاحية طيبة لكم يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر مارس 2020 وصلت الحالات في ألمانيا إلى 26220 حالة توفي 111 ومن ناحية عدد الأشخاص الذين شفوا من المرض أكد رئيس مؤسسة غوبات كوخ إنستيتوت العلمية التابعة للحكومة الألمانية أن أكثر من 2800 شخص شفية من المرض وهذه نتيجة إيجابية ونتيجة مطمئن أصدقائي حسب العلماء يقولون وهذا الأمر تكلمت عنه كثيرا بأن 80% من الأشخاص الذين يصابون بهذا المرض يمر عليهم كرشحة عادية أو كجريب عادي وبعد مدة يمر عليهم مرور الكرام ويشفون 20% يشكل عليهم شيئا ما خطر شيئا ما على صحتهم إذا كانت عندهم المناعة ضعيفة لكن من هذا العشرين بالمئة 16% يتمثلون أيضا إلى الشفاء فيما بعد الخطورة هي على 6% 6% من الحالات و6% من المواطنين فهنا يشكل عليهم خطرا كبيرا كبيرا يمكن أن يؤدي إلى موتهم كلما كبرت عدد الحالات كلما كبر رقم أو خاسف أصدقائي أيضا رقم 6% لذلك كلما قلصنا الحالات كلما كان رقم 6% قليل وبذلك تكون المستشفيات فيها أسرة وفيها أجهزة وتقم أطبة يمكن أن يركزوا من أجل إنقاذ الستة بالمئة لذلك وجوبة على الجميع الالتزام بالقوانين التي الآن أصدرت أكد العلماء أنه توجد إمكانية كبيرة هذه السنة بالوصول إلى دواء الدواء يعني الدواء يمكن أن يصلوا له بصفة سريعة يمكن أيضا أن يكون هذه السنة وهذا خبر جيد لكن بالنسبة للقاح اللقاح لن يظهر كما قالوا يعني يمكن أن يجدوا لقاح لكن يحتاج إلى سنة أو سنة ونصف كي يخرج إلى السوق ويظهر فعاليته قالوا من ناحية الدواء الدواء هو أيضا جيد الدواء يستعمل للناس التي سوف تمرض يمكن إنقاذها بدك الدواء لكن اللقاح هذا يأخذ مدة طويلة مثلا عندنا مرض مالاريا المالاريا تعرفون المالاريا المالاريا أصدقائي لا يوجد فيها لقاح لكن المالاريا يمكن معالجتها بدواء ومنذ عشر سنين لم يجدوا للمالاريا لقاح فعال ولكن يوجد وهذا ما سوف يمكن يخافون هكذا أن يكون مثلا بالنسبة لكورونا لكن إذا وجدوا دواء إذا قللنا من انتشار المرض سيكون الأمر جيد وسوف ترجع الحياة إلى طبيعتها في وسط السنة أو نهاية السنة حصلت سرقة للأسف للمعاقمات 40 لتر للمعاقمات سرقت 600 كمامة سرقت و150 نظارة علمية طبية سرقت من مستشفى مدينة هانوفا شيء محزن الباعود لا ينقل المرض لا ينقل كورونا لأن الباعود عندما يذهب عند الإنسان يمص الدم وكورونا تنتقل عبر الجهاز التنفسي لأن الكثير من الناس خافوا وقالوا هل الباعود ينقل المرض السيدة ميركل رجعت إلى عملها لكن عن طريق الهوم أوفيس وعن طريق الهاتف اليوم كان اجتماع للحكومة الألمانية كانت موجودة لكن فقط عبر الصوت صوت هي الآن موجودة في بيتها لمدة أسبوعين تعمل في بيتها الحجر الصحي وصحتها جيدة غير مصابة كما قلت لكم المهم يجب عليها فقط أن تبقى في بيتها أسبوعين وكل مرة تعمل تحاليل السبب هو أن طبيبها الخاص كان عمل لها تلقيح من بعض التلقيحات الأخرى وبعد ذلك توبت بأنه يحمل كورونا لذلك أخبروها وقالت بأنها ترغب أيضا بالجلوس بالبيت عمل لها تحاليل الحمد لله سلامتها صحتها جيدة لكن يجب رغم ذلك أن تبقى في البيت وأخيرا مقاطعة ميكلنبرغ فوبومن لم تعد تسمح بدخول الناس الذين يعيشون في مقاطعات أخرى يدخلوا إلى المقاطعة تقوم الشرطة والأغنونكس أمت بطلب رجوعهم إلى بيتهم وتقول مقاطعة ميكلنبرغ فوبومن أن أي شخص لا يعيش في المقاطعة غير مسموح له بالدخول إلى المقاطعة كانت هذه نبدأ عن أهم الأخبار كي تكونوا على معرفة بكل شيء في استراحة للغداء شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء شكرا لكم